أغرب المعلومات الحقيقية عن الحيوانات أولاً عندما ينام الذلفين فإن نصف موخه يستغرق في النوم بينما يظل النصف الآخر مستيقظاً كما أن إحدى عينه تغلق بينما تظل الأخرى مفتوحة ثانياً لا يستطيع طائر الفلامينغو أن يأكل إلا إذا كان رأسه مقلوب ثالثاً يوجد ذباب في جميع أنحاء العالم باستثناء منطقتين القطبين الشمالي والجنوبي رابعاً تستطيع النملة أن تغطس تحت الماء لمدة أسبوعين متواصلين من دون أن تفارق الحياة خامساً أثبتت التجارب أن الدجاج يضع ضيضاً أكبر حجماً عندما يستمع إلى الموسيقى سادساً أثقل سلحبات تم عثور عليها حتى الآن بلغ وزنها نحو 950 كيلو جراماً سابعاً إذا سنح لذكر وأنثى دباب بالتكاثر لمدة سنة كاملة دون أن يموت أي شيء من نسلهما فإن حجم الدباب الناتج عن ذلك سيوازي حجم كرة الأرضية ثامناً سموا فالكوبرى قوي للغاية إلى درجة أن من يلمسه لبعض الوقت يصاب بنومة إغماء حادة تاسعاً عندما تخرج الغوريلا لسانها من فمها فمعنى ذلك أنها غاضبة للغاية عشراً الفيل هو الحيوان الوحيد الذي لديه أربعة لقب أحد عشر جميع الثعابين تتمتع بحصانة طبيعية ضد السموم التي تفرزها ولذلك فإنه عندما يتصارع ثعبانان من النوع نفسه فإنهما لا يتأثران باللدغات التي وجهانها إلى بعضهم البعض اثنى عشر تستطيع النعمة أن تركض بسرعة تصل إلى تمانين كيلو متراً في الساعة ثلاثة عشر تستعمل طيور البطريق التثاؤب كجزء من طقوس الغزل في فصل التزاوج أربعة عشر يستطيع الحصان أن ينام حتى وهو واقف على أرجله خمسة عشر يبلغ عدد الأغنام الموجودة في نيوزيلندا نحو سبعين مليون في حين أن عدد السكان لا يتجاوز أربعة ملايين ستة عشر أثبتت البحث العلمية أن سم إناث الأفاعي أقوى وأكثر فتكاً من سم ذكورها سبعة عشر كمية الحليب التي يرضعها الحوت الأزرق حديث الولادة يومياً تبلغ نحو خمسمائة لتر ولدى ولادته يبلغ وزنه خمسون طن وعندما يبلغ يصل وزنه إلى مئة وخمسين طن تسعة عشر عندما تولد الظرافة يكون طولها نحو مترين عشرين يستطيع الشمبانزي أن يتعرف على نفسه في المرآة أما القرود العادية ولا تستطيع ذلك وفي النهاية لا تبخل علينا بإجاب لتقييمنا أو تعليق صغير لدعمنا ولا تنسوا الاشتراك في القناة لتصلكم باقي حلقاتنا إلى اللقاء